تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد بانكيمون أمين عام الأمم المتحدة أعرب فيه عن خالص تحياته وتهنيه إلى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه والقيادة الحكيمة وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد وتمانيته لمملكة البحرين بمزيد من الخير والتقدم والازدهار وخلال الاتصال شاد الأمين العام للأمم المتحدة بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلال الملك المفدى وبالدور المهم لمملكة البحرين في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وحرصها على الإسهام بفاعلية في معالجة أسباب التوتر وإزالته وحل الأزمات التي تواجه المنطقة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله من جانبه أعرب معالي الشيخ خالب بن أحمد بن محمد الخليفة عن بالغ تقديره للجهود الطيبة والمبادرات الإيجابية التي يقوم بها معالي السيد بن كيمون وحرصه الدائم على الارتقاء بدور منظمة الأمم المتحدة لأجل الوصول لمستقبل أكثر أمنا وازدهارا لكافة الدول والشعوب مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على تنمية علاقاتها وتطوير مختلف أوجه التعاون مع الأمم المتحدة ودعم كافة جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين كما تم خلال الاتصال استعراض بعض القضايا التي ترتبط بالعمل الثنائي المشترك والسبل تعزيز أليات التنسيق بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة